اشتركوا في القناة صحة وسعادة وتتحقق لطالما امتلكنا هذه العزيمة وهذه الروح المتوقدة دائما بالإيجابية اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء في الحقيقة نقدم لكم هذا البرنامج ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها أيضا في هذا البرنامج نطرح مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع على الصعيدين المحلي والعالمي فأطيب التحيات مني إليكم وحدثكم حمود يوسف العلي وفي التنسيق معنا لخة شواق مسعد وهذه تحيات مخرجنا المتعلق دائما عيسى سبيل وتحيات فريق الإعداد في قسم الإعلام بهية الصحة بدبي مثل ما عودناكم دائما نبدأ حلقتنا بسلسلة من الأخبار اللي انتقينا منها ما بين أخبار شوية تكون يعني محلية وشوية عالمية لكن اليوم ما نتكلم عن أول خبر يتحدث عن السمنة المفرطة كوباء منتشر وسكان الشرق الأوسط ثاني أكثر الأشخاص بدانة حول العالم تفاصيل الخبر يقول أظهر الدراسة الجديدة في مجلة ذالانست الطبية أن 18% من الرجال و21% من النساء حول العالم سيعانون من البدانة بحلول 20-25 إذا ما استمروا في اعتماد أساليب حياتهم التي يمارسونها اليوم وتشير الدراسة إلى أن نسبة السمنة العالمية قد زادت بأكثر من ثلاثة أضعافها بين الرجال وتضاعفت بين النساء على مدى العقود الأربعة الماضية كما أظهرت الدراسة أن احتمال معاناة الأشخاص من السمنة المفرطة أعلى من احتمال معاناة من نقص الوزن إذ أن المعدل بين الرجال أعلى من معدل نقص الوزن في 136 دولة ومعدل النساء البدينات كان أعلى في 165 دولة وجاءت البلدان الناطقة بالإنجليزية وذات الدخل المرتفع كستراليا كندا أرلندا نيوزلندا المملكة المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول لأكثر سكان بدانة إذ أنها تشكل ربع النسبة العالمية للسمنة المفرطة وتبيعتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تشكل 13 فارز 9% من نسبة السمنة المفرطة في العالم وأشارت الدراسة لأنه ما بين 40 و50% من النساء في بلدان البحر الكريبي والشرق الأوسط يعانون من السمنة المفرطة يعني حاولوا ما تتكلمون إنجليزي يمكن لها علاقة بالسمنة لا أسألوا فياكم بس للأمانة يعني المسألة خطيرة يا جماعة الخير لأن الواحد إذا بيشوف هذه المعدلات بهذا الشكل إذا نحن أمام مشكلة كبيرة لازم ننتبه لها طيب يقول علماء أمريكيون يضعون طريقة فعالة لتخفيض الوزن سمعات يقول وضع علماء من جامعة هوبكنز في ولاية ميرلند الأمريكية أسلوبا فعالا جديدا لمكافحة السمنة سيمكن من تفادي التدخل الجراحي وتعتمد هذه الطريقة على سد أوعية دموية تغذي جزءا معينا من المعدة يفرز الهرمون المسؤول عن فتح الشهية ويصل الأطباء إلى هذه الأوعية عن طريق دراسة الصور الشعاعية للمعدة ثم فتح ثغرة صغيرة لإدخال حبيبات مجهرية عبرها إلى تلك الأوعية بغية تقليص تغذية الجزء المذكور من المعدة بالدم مما يسكت إشارات هرمون الجوع ويخفض الشهية فيؤدي إلى تقليل الوزن وقد نقح الباحثون هذا الأسلوب على سبعة متطوعين يتصفون بالسمنة الزائدة جدا فلم ترافق تلك المعالجة أي أعراض جانبية بينما انخفض وزن المتطوعين بستة كيلو جرامات بعد الشهر الأول من التجربة واستمر الانخفاض في الوزن بوتائر مقبولة خلال الأشهر الخمس التالية ويشير العلماء إلى أن طريقة مرحلة مبكرة من الاختبار في المستشفيات ويوكدون ضرورة مواصلة البحوث الإضافية بعد إثبات أمان العملية وذلك في سبيل تحديد أفضل مدة للعلاج ومدة فعاليته هنا أنا أرجع أتكلم على الشغل البارحة كنا نتكلم في البرنامج عن موضوع أنه كيف نحن عندنا بعض السلوكيات وبعض العادات اللي لازم نحن نشوف كيف ممكن نتخلص منها أسبوع إياه يذكروني إن شاء الله أقدر يبركم هذه الدراسة بالتفصيل عن أن المشكلة يا جماعة الخير في السمنة ترى في المخ مف في البطن في العقل مش في المعدة ليش؟ لأن أنت في الأساس تقدر تبرمج حياتك أنك أنت تنظم غذائك تمارس الرياضة تترك التدخين كل العادات السيئة اللي ممكن تضر بصحتك ممكن تتركها لأن الحين حتى في ضمن الدراسات هذه اللي أنا أقراها يعني المعدلات ترى مقبولة في النزول طيب ليش نحن ندور السهل ونركض وراء نبغي نضعف ما سنسوي عملية ما نبغي نلعب رياضة ما نبغي نسوي كنت روح على الأكل نبغي جسم جميل ما نبغي نلعب رياضة ما عنا وقت نلعب رياضة لا نسجل في النادي لكن ما نروح طيب خسرت بيزاتك وإلى السلبيت ولا تمرنت ولا سويت شي ما بتضعف شي ترى لازم تروح تتمرن والتمرين تبغي جسم زين قمت خط أبر ما دري بروتينات ما دري هرمونات حطيت دخلتها في جسمك عشان تحصل هذا الجسم في شهر شهرين الله يهديكم بس عنا فقرة تثقيفية اليوم ما عنا فقرة تثقيفية ليش طيب على الأسبوع الياء إن شاء الله ما ندخل فقرتين فقرتين أحيانا أنا محتشر عيسى بعد ما تحط لي فقرة تثقيفية زين عموما خلونا نطلع فاصل بعد الفاصل عندنا مواضية شيقة ما نتكلم عنها واليوم يوم الصحة العالمي وأيضا طارحين فيه موضوع جميل جدا هو موضوع داء السكري فما نتكلم عن السكري بالتفصيل ومناخذ كل جوانب هذا المرض ومناخذ أيضا بعض السلوكيات وكيف ممكن نحن نقي أنفسنا من هذا المرض اللي يعد واحد من الأمراض التي بدأت تفتك في المجتمعات فعشان شيء تموا يا أنا ولا تروحون بعيد صحة وسعادة حياكم الله معنا مرة ثانية مستمعين الكرام في هذا الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية تنطلق اليوم أعمال مؤتمر الإمارات الثاني عشر للعناية الحرجة والذي تنظمه رابطة الجمعيات العربية للعناية الحرجة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري وجائزة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية بدعم من الاتحاد العالمي لجمعيات العناية المركزة وشعبة الرعاية المركزة بجمعية الإمارات الطبية بمشاركة أكثر من 1200 طبيب ومتخصص نحن عندنا تغطية لهذا المؤتمر من خلال هذا البرنامج وإيضا من خلال قنواتنا على التواصل الاجتماعي DHA underscore Dubai لكن الزميل يوسف سعد يتواجد في أرجاء هذا المؤتمر خلونا ناخذ تفاصيل المؤتمر وشو اللي يناقش وشو اللي يعني كيف هي الأجواء هناك مع زمير يوسف صباح الخير صباح الخير محمود صباح الخير أعزائي المستمعين محمود أنا فعلا متواجد هنا في المؤتمر المؤتمر زي ما ذكرت لأستاذ المستمعين 1200 طبيب ومتخصص في حضور كثيف جدا من الأطباء من داخل الدولة وخارجها فيه كمان محمود معرض بيضم مجموعة كبيرة من شركات المستلزمات الطبية المستصلة به العنايات المركزة والحارجة موجودين في على هامش المؤتمر قبل قليل محمود معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة دبي افتتح المؤتمر وأكد في كلمة استهل بها المؤتمر إن هيئة الصحة بدبي حريصة كل الحرص على توفير أفضل الخدمات الطبية ذات الإعلاقة المباشرة مع الأمراض المسمنة والمستعطية وإن الهيئة ملتزمة بتحقيق هدفها في الوصول نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة وعرج معالي في الكلمة على العناية المركزة بالتحديد أو العناية الحارجة وحدات العناية الحارجة وأكد إن مستشفيات هيئة صحة دبي على أعلى مستوى من تجهيزاتها وإن الهيئة ماضية في تطوير هذه التجهيزات ماضية في رفع مستوى كفاءة جميع العاملين فيها لأهمياتها القصوى وأشار إلى أن هذه الوحدات غاية في الأهمية في أي منظومة صحية في أي دولة لأنها بيمر بيها المريض في فترات حارجة جدا بتوقف عليها حياته بالنسبة للمؤتمر المحمود زي ما ذكرت بألف ومتين طبيب أو أكثر المؤتمر بيمتز لثلاثة أيام بيناقش أحدث ما توصل إلي العلم في نظام العلاج المستبعة في عدد من التخصصات الطبية الحارجة والعناع المركزة المتعلقة بأمراض القلب والدورة الدموية والأمراض العصبية وأمراض الأطفال وتسكين الألم وأمراض الدم والأورام وأمراض الكلا وعدد كبير من قائمة الأمراض المزمنة والمستعطية التي تتطلب عمليات جراحية بقيفة جدا وبتعتمد في أساسها على وحدات العناية الحارجات لإنخاذ المرضى المؤتمر كمان محمود يشهد مجموعة من ورش العمل على استخدام أجهزة الصنار وخاصة الصنار القلبي في وحدات العناية المركزة المؤتمر يعني بركز بشق عملي على ورش العمل والدورات التدريبية بعد الاستتاح مباشرة نتبه في حلقات لمجموعة من الأطباء لاستخدام تطبيقه على أجهزة الإنعاش القلبي وده برضو جديد في المؤتمر مؤتمر طبعا حضروا مجموعة جديرة من الشخصيات والمسؤولين في المؤسفات الصحية داخل الدولة وخارج الدولة جميل يوسف سعد زميل يوسف سعد من حيات الصحة في دبي من قسم الإعلام الحنشاكرية لك هذه التغطية المفصلة ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذا المؤتمر وللعاملين هناك 1200 طبيب ومتخصص في هذا الملتقى أعتقد أن سيضم العديد من المعلومات التي سوف تكون إضافة لهؤلاء الأطباء وإضافة للجانب الطبي المتخصص في مواضيع العناية الحارجة بشكل عام عموما من مؤتمر الإمارات الثاني عشر للعناية الحارجة نروح على موضوع آخر موضوع يعني يعد من الأهمية بمكان لدرجة أن منظمة الصحة العالمية خصصت اليوم الصحة العالمي وخصصت الموضوع الرئيسي نزيل؟ لا مو بالتدخين موضوع السكري نزيل؟ تزايد عدد الأشخاص المتعايشين مع دهاء السكري من عام 1980 لين اليوم تزايد أربعة أضعاف تقريبا وصلوا لين 422 مليون شخص من البالغين ويعيشوا يعني معظمهم في البلدان النامية أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اليوم هو يوم الصحة العالمي وقالت أن العوامل المؤدية إلى هذا الارتفاع الكبير تشمل زيادة الوزن والسمنة طيب نحن ارتقينا أن نفتح هذه القضية المهمة ونتعرف على تفاصيلها من خلال استضافة استشاري أمراض السكري في مركز دبي للسكري في هيئة الصحة في دبي دكتور جلال نفاش هياك الله معنا دكتور دكتور يعني خنم في البداية أعتقد أن الكل يعلم ما هو مرض السكري الكل يعلم يعني عند حكم هذا الانتشار الكبير فصار أنه لازم حد من ما عارفه إذا ما كان حد من أسرته حد من الناس اللي حواليه يعرف شخص عنده هذا الداء الآن خلنا ناخد تعريف بسيط سريع عن مرض السكري أو داء السكري أو شو السكر عموما يعني مرض السكري كمعنى بسيط هو المرض استقلابي يعني في عدة أخطاء بالجسم يعني العلاقة بالكبد بالبانكرياس بالكلية فهو مرض شامل له عدة أجهزة بس بها المرض فعلياً بيتظاهر بزيادة معدل السكر بالدم وطبعاً هذا بيأدي للاختلاطات سواء بالأعصاب أو بالعيون أو بالكلية طبعاً هذا المرض حتى قبل ما يصير في مرض السكري هو طبعاً بيترافق مع زيادة الخطر لأمراض القلب والجلطات ففعلياً هو يعني بتقول متلازمتين متلازمة باسموها مايكروفاسكولر هي الأوعية الصغيرة اللي هي لإصابة العيون والكلوي والعصاب والماكروفاسكولر هي زيادة الخطر لأمراض القلب والجلطات الدماغية حتى أحياناً دكتور مثل ما تقلت أن اضطراب الاستقلاب أو كذا ممكن ويدين نشوفهم يعني يصير عندهم مثل عمى ما يشوفون عدل صح ممكن يأثر حتى على الكلة طيب الآن الأعراض اللي ممكن توحي بهذا المرض هي المشكلة إنه أغلب المرضى ما عندهم عراض فالنظام الصحيح للعمل هي تعمل سكرينين أو اللي فعلياً تفحص لأي شخص بالغ فهو الشي طبيعي إنه أي شخص بالغ كل سنة أو سنتين ده يفحص معدل السكر طبعاً تفحص الكوليسترول في أمور تانية مثل مثلاً فحص البروستات العمر الخمسين تنزيل الكولون العمر الخمسين فهذا نفس المبدأ وطبعاً خلاله عادةً تكتشف الآن الأعراض الطبيعية هي عادةً بيكون كتير في مرضى عندهم زيادة عطش وزيادة تبول بس هذا عادةً ما بصير للسكر بال300 معدله مثلاً بس أنت فعلياً تعتبر مشخص بالسكري أو أنت معرض لتصير إصابة بالعيوم والكلاوي والأعصاب إذا السكرك مثلاً عن رئي 150 فإنت معنك مضطرة تكون 300 فكل هالفترة رح يكون أنت عندك زيادة خطر بس ما عندك أعراض فلذلك حتى بأميركا فعلياً أغلب مرضى السكري بيتشخصوا خمس أسنين بعد بداية المرض يعني أنت فعلياً تشخصت خمس أسنين أراضي مرضان نحو وما تدري وما تدري ولذلك تقريباً 17-18% من المرضى بيكون أراضي عندهم إصابة سواء إصابة بالعيون أو الكلاوي أول ما يتشخصوا بالسكري هلأ تقريباً عندك 30-40% من المرضى بيتشخصوا بالمستشفى يعني مثلاً بيفوت عن المستشفى بسبب جلطة للقلب مثلاً فبيكتشفوا أنه عنده سكر ومرتفع فهذا اللي بيصير شو عن الأعراض دكتور في عدد مرات التبول ولا الإحساس بالعطش بس هذا بس إذا السكر وائد مرتفع يعني فأنت تعب تحكي 300-400 فأغلب المرضى ما يكون عنده أعراض فالنصيحة الأساسية أنه أي مريض الشي الطبيعي هي الوقاية فإذا علينا أن يفحص هذا الشيء أكيد هذا ذكرتي بسالفة دكتور خلني أقولها ونطلع فاصل ونرجع ونكمل على الموضوع وأيضاً نفتح المجال للمداخلات اللي حبي يتواصل معنا أو عن طريق الرسالة النصية على الرغم 4006 ولا الاتصال على 600 888-1414 عموماً دكتور ياني واحد من الشباب بعد معرض جايتكس قال لي بشهر قال لي يا أخي أنت انقطت حياتي قلت لي أنا شو سويت قال لي تتذكر يوم أنا مر المعرض وتحن علي تعال أفحص تعال أفحص كنا عاملين في الستاند الخاص بيهية الصحة في جزء شيء صغير كنا عاملين فحوصات للسكري فحوصات للضغط يعني الفحوصات السريعة هذه فللأمانة سحبتها أنا أتذكر أنه سحبته وقلت لأفحص وخليته ورحت السكر عنده طلع 400 فالليل وصل 600 شلوه بالاسعاف على المستشفى فقال لي أنت نبهتني دكتور أنا ما كنت أعرف أنه كان عندي سكري أصلا اللي ما فحصت فالآن اللهم لك الحمد يعني عايش حياته بشكل هذا رغم أنه سكره كان 400 ففي عنده قسم قديمة مرضة بيكون سكره مخفض أكتر فما في عراض أبنان صحيح فلذلك هي هي المشكلة يعني موضوع جدا صامت فبدأ يكون موضوع التوعية أنه أنا لازم أفحص بشكل دوري ومو بس السكر والكولسترول والوقاية مثل ما قدت لك الفحص البروستات هذا كلها تعتبر أمور وقائية صحيح طيب خلونا نطلع فاصل المستمعين الكرام ومن بعدها ما نستقبل اتصالاتكم ما نستقبل استفساراتكم حول موضوع اليوم اللي هنا هنتحدث فيه عن السكري أعراضه والوقاية منه وأيضا إذا الخدمات اللي تقدم ضمن مركز زبيل السكري فاصلوا ما نرجع لكم صحة وسعادة راشد وين بتسير؟ بسير يا أم المستشفى ليش تسير المستشفى؟ تقدر تسير المركز الصحي ترى أقرب لك ويوفر لك وقتك ويقدم خدمات صحة الأطفال وطب الأسرة والسكري ووايد من الخدمات الصحية الثانية والمستشفى تقدر تخليل الحالات الطارقة مشكورة يا لطيفة الحيب أسير مركز الصحي توفر هيئة الصحة بدبي مختلف الخدمات الصحية التخصصية عبر ثلاثة عشر مركزا للرعاية الصحية الأولية موزعا في إمارة دبي كما تقدم خدمات الطوارئ والخدمات العلاجية على مدار الساعة في مركزي البرشة وند الحمر الآن نحن أقرب إليك للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم ثمانمائة ثلاثة أربع اثنان صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين يا كرام وأهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم في برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مسلسة دبي للآلام وعبر إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي قبل الفاصل كنا توقفنا مع الدكتور جلال نفاش استشاري أمراض السكري بمركز دبي للسكري في هيئة الصحة بدبي دكتور يعني تحدثنا عن أعراض السكري بشكل عام الآن خلنا نتحدث عن الأنماط الرئيسية لتقسيم السكري حسب منظمة الصحة العالمية شو هي الأنماط هذه وكيف يتم تقسيمها وكل نمط وين وين منتشر وشو الأشياء اللي تتسبب في مثل هذه الأمراض هل هي كلها مرتبطة بهرمون الأنسولين فعندك نوع السكري الأول هلأ عادة عادة بشكل عام طبعا ولا يصير بأي عمر بيتطور بالشباب نوع السكري الأول ينجم عن فعليا الجسم يهجم يهاجم خلايا البانكرياس وهذا بيأدي لنقص إنسولين شديد فعليا عادة ما في إنتاج إنسولين وطبعا المريض هذا بتظهر يفوت على الحمام كتير والشيء كتير هاي أكثر مرضى بتظهروا بهذه الأعراض ونقص وزن وهدول طبعا علاج إنسولين يعني ما في علاجات تانية للحد الآن طبعا فيه كيسز قليلة جدا كنت مثلا بالولايات المتحدة كنا نبعتهم للزراعة بس هدول بيكونوا المرضى اللي صعب ضبطون ففعليا مو أي مرض نوع أول النوع الأكثر شيوعان طبعا هو اللي كل الناس بيقول لك سكري هو النوع الثاني طبعا كون الإنسان يحتاج إنسولين لا ما بيشعله نوع أول النوع الثاني هو فعليا إلو علاقة إنه الجسم فيه منع للإنسولين بمعنى إنه الإنسولين ما يشتغل زين جسمك معقول يعمل الإنسولين بس ما يشتغل زين إضافة إنه البنكرياس ما ينتج كمية كافية طبعا فيه أمور تانية بتحلج الجسم عادة بيصير إلو علاقة بزيادة الوزن وراثة يعني عادة بتلاقي قصة بالعائلة والد أو والدي عنده سكري أغلبها دول مرضى ما فيه أعراض طبعا فيه مرضى بيكون عندهم بيشربوا كتير بيفوتوا على الحمام كتير وهذا تقريبا أغلب مرضى سكري النوع الثاني الثالث فعليان يعني بشكل هو بتسموه اللي هو السكري الحمل طبعا فعليا بيصير بس فترة الحمل فالمريضة تكون حامل طبعا معقولة يتظاهر فيها لأنه بالحمل فيه تغيب بالهرمونات بتزيد المناعة للإنسولين وبتأدي لي زيادة معدل السكر أهم شي طبعا هو تعمل مثل ما أنا الوقاية فعادة تفحص السكر بعادة أسبوع عشر اتناش من الحمل وعادة بيعملوا فحص اللي هو بيشربوا سائل حلو بيفحصوا السكر بعده بساعة و ساعتين تقريبا من الأسبوع 24 أعطيك مثال مثلا في واحدة من المستشفيات طبعا هاي مانا دراسة على مستوى الإمارات بس وقت عملوا الدراسة فعليا كانت ماناو أربعين من المئة من النساء أنه سكر يحمل النساء الإماراتيات ففعليا يعني إذا هالأرقام صحيحة بمستوى الإمارات كلها وطبعا هذا ما فين يعممه معناته الحمية أو التغذية لازم فعليا بطبقة لكل النساء اللي بيحملوا وإذا هالأمور صحيحة بهالنسبة فمعناته إن كان لازم الإنسان يبلش يطلع أو يبحث عنه وما ينتظر للسبوع 24 طيب هنا أنا بغي توجه دكتور للحديث عن مركز زبيل السكري هذا المركز اللي تم إنشاءه ليكون مرجع شامل للمعلومات والتثقيف الصحي في مجال المرض السكري يا ترى شو هي الأدوار اللي أنتو تقومون فيها في مركز دبيل السكري في عملية الوقاية من مرض السكري وأيضا بالنسبة للحوامل هل هناك أيضا جانب معين المركز يقوم فيه بما أن هذا مثل ما ذكرت أنه هو مرتبط أيضا بالحامل مجرد ما تضع الجنين ترجع لحالته الطبيعية هلأ بترجع لحالته الطبيعية بس أنت المفروض ست أسابيع بعد الولادة وهذا اللي بلاحظه أنه أغلب النساء ما بيعملوا المفروض يرجع يفحصوا للسكري لأنه في بعض النساء بيظل عندهم مرض سكري فعليا بيكون عندهم مرض سكري بس غير مشخص من قبل الحمل فلذلك فيه أمور أو أوقات لا يتمفع لها فعليا الآن بالنسبة للمركز نحن فيه اختصاصين السكري كأي مركز تاني الفرق هون أنه حاول نعمل مثل شاملة رؤية شاملة فإضافة أنه فعليا الدكتور بيفحص المريض بنقي نوع الإلاج مناسب بس في عنا أخصين تغذية فعليا بيعطوا نظام غذائي معين للمريض هلأ طبعا أغلب المرضى ما بيحبوا يقال إلون شو يأكلوا والله دكتور عندي سؤال هني كان يقول بعد الفحص قالوا أني عندي قابلية للسكر أرجو نصيحتي أو طريقة الغذاء المناسبة على طهر الغذاء فإذا من ناحية السؤال وبرجع بعدين للمركز هلأ إذا قالوا لك فيه قابلية سكري هو لو بعرف الرقم بيكون أحصان هلأ في عندك طبعا أنت سكري وعندك لا يوجد سكري وفي منطقة رمادية فعليا اللي يسموه قبل السكري فعل أكتر هذا اللي عنده طبعا إذا عندك قابلية سكري حسب شو الفحص اللي عاملين له يا إذا عاملين له سكر اسمه سكر التراكمي اللي هو المعدل ثلاث أشهر فهذا مانو جدا دقيق للسكرينين فأنا إذا شاكك المريض عنده معقولة عامل له فحص سكري عن ري أو معقولة أعطي الفحص اللي بخليه شرب السائل حلو وفحص سكره بعد ساعة و ساعتين الشخص الكيفية الوقاية طبعا نرجع لموضوع هو أغلب مرض السكري خصوصي عم نحكي النوع الثاني العلاقة بالوزن لأعطيك مثال مثلا كل مرة الإنسان بيزيد وزنه أربع خمسة كيلو بشكل عام فخطر السكري بيضعف يعني فمثلا أنت نعتبر زاد وزنك عشر كيلو فأنت خطر السكري تبعك بزيد تقريبا أربع مئة بالمئة أربع أضاف أوكي عفتش لون فهاي واحدة من الشغلات فهاي يعني فعليا هي المسؤولة بالإمارات هون عن زيادة المرض فهو بالنسبة إلو طبعا العلاقة بالحمية بحاولة تنزيل الوزن وبالرياضة هاي أكثر فعالية من الأدوية طبعا في أدوية فينا نستعملها بس فعاليا حتى إذا نزل الوزن سبعة بالمئة وإذا لعب خمسة ايام باليوم الرياضة ثلاثين دقيقة باليوم هذا أثبت فعاليا عند رأسي ثلاثة ألاف مريض أنه بتخفف الاحتمال منه وخمسين بالمئة ممتاز طيب نرجع على المركز دكتور اه بالنسبة للمركز إضافة لخصائيات تغذية في تصقيف صحي اللي هو شو تصقيف أنه في كتير مرضى بيكون عندهم سكر عشرين سنة وفعاليا هنه في كتير أمور بسيطة من القواعد البيسيكس ما بيفهموها بالسكري أو بيعملوا أمور غلط أو بيحقنوا غلط أو بيأكلوا غلط في أمور جدا متعددة ما أولي تعملها غلط أو ما يستعملوا جهاز سكر غلط فهنه بيركبوه الأمور في عنا خصائيين للشبكة فعاليا نحن نفحص في الشبكة خصائيين للقدم فيبسموا بوداتري فطبعا نفحص القدم أو إذا كان فيه إصابة بالقدم أو إذا فيه قرحة وإضافة إلى ذلك في عنا برنامج فعاليا رياضة أو فعاليا إكزرساس فيزيولوجي ففعاليا فيه مرضى عنا بيدخلوا بالبرنامج بشكل بيجوا على المركز وبيترددوا بشكل مستمر مشان ينضموا لهذا طبعا هي يعني تحاول تعمل كل شيء متكامل بس طبعا أوقات المشكلة بتكون إذا مريض يسكن بعيد فطبعا أوقات ما فيه ويجي بالفترة التي تحتاجها دكتور شو هي أكثر الشرائح العمرية ترددا على المركز عندكم هلا بشكل عام فعاليا من 30 لل50 سنة فيني إلاك بس يعني في كتير مرضى بيجوا عشرين سنة وعندون نوع تاني ف يعني أنا بالنسبة إلي أي شخص أضل 18 سنة بالإمارات بالذات بفضل أنه ينفحص سكرينين كل سنة أو سنتين وأوقات يتم فحص أمور تانية جميل الآن أريد أن أتكلم على موضوع تعزيز الوقاية من مرض السكري يعني منظمة في الصحة العالمية قاعدة تدعو اليوم المؤسسات الصحية في العالم للحد من مرض السكري في رأيك دكتور كيف ممكن أن يكون ذلك وما الذي تفعلونه أنتو في مركز دبي للسكري للوصول لمثل هذه الغاية هلا على مستبه الطبيب كطبيب أوقات إذا أوقات يجي مرضى عندهم قبل السكري ففعاليا من نشتغل بموضوع الوزن سواء حمية رياضة أو أوقات علاج لمحاولة تخفيف وزنه لأنه هذا السبب اللي بيؤدي للسكر يعني أنت طبعا تحاول تنزل الوزن كمركز طبعا بنعمل كتير ندوات كتعليمية أنه نوعي بالموضوع أو أوقات نعمل السكري مثل ما أنت تفضلت أنه بيكون عم نفحص السكر لكتير أشخاص بيمروا سواء كانت بمول أو بمنطقة معينة بيكون فيها تردد هذا كبير أكتر أوقات نعملها يوم السكر العالمي طيب دكتور في علاجات جديدة طلعت في موضوع السكري طبعا هلأ من شو هي؟ هل هي متوفرة عندنا؟ طبعا كلهم متوفرهم الحمد لله آخر العلاجات آخر العلاجات طيب شو هي العلاجات هذه؟ هلأ هو أكتر شيء هلأ جديد هو فعليان علاجات بالأبر اللي هي فعليان بتخلي البنكراسي تنشاط بتخفف هورمون اسمه جلوكاقون اللي هو بيزيد السكر وبتخفف الشهية هلأ طبعا مقدر نزول الوزن عند الأشخاص يعني مختلف في أشخاص ينزل وزنهم 10 كيلو في أشخاص ما ينزل كيلو صح والدواء الثاني هو فعليان نظام جديد هو فعليان بيخليك تبول السكر بالبول يعني فعليان بتتخلص من السكر بالبول فهي كطريقة فكرة شوي غريبة بس فعليان انت عم تتخلص من حريرات من سكر بالبول وطبعا هذا بيأدي لنزول وزن وبتحسن ضغط إذا مرتفع وطبعا بحسن معدل السكر بالنهاية طيب دكتور أحيانا نشوف يعني في بعض الأشخاص في أجهزة يشيلونها مع عامهم وكذا صح هذه الأجهزة عبارة عن شو هلأ الإنسولين بمب أغلب مرضا بيستعملوها فعليا النوع الأول وهل هو أصلا جيد يعني طبعا طبعا مثلا النوع الأول مثل ما إنه بيعتمدوا على الإنسولين ففعليا ده يأخذ شغل اسمه بيزل إنسولين اللي هو الإنسولين بيضل بجسم 24 ساعة وده يأخذ حقنك كل وجبة فهو قد بيأخذوا أربع حقن باليوم خمس حقن باليوم فهذه الطنقية فعليا جهاز بيعطيك الإنسولين بشكل مستمر وكل ما ده تأخذ وجبة تفحص سكرك وبتحط كمية النشويات اللي أكلت يعني انت مثلا تطلع على مثلا قطعت سلايس بطول 15 جرام وكاسة حليب 12 جرام تحطهم وهو بيقدر لك كمية الإنسولين وبتعطيك الجراء فأنت ما بتعود تأخذ أبر هي بتغيرو كل ثلاثة أيام عادة فهي مثل نوع طريقة عادة بتأدي لتحسن من ناحية انه السكر أكثر انتظاما واحتمال انه هبوط السكر بصير أقل طبعا فينا نركب معا شغلة اسمها سينسر اللي هي بتصير بترائب السكر فإذا صار في نزول سريع بالسكر يعني ما شرط يكون هبوط بس مثلا السكر عم ينزل بسرعة فتعطي ألارم فبتحسس المريض انه فيه خطر بشكل يبحث سكره طيب هني خلنا نتكلم عن الجينات والسكر يا دكتور يعني العمور الوراثية اللي ممكن تؤثر على المريض بشكل عام يعني هو فعليا الانسان اللي تخلق بيكون تحددت كتير شغلات بحياته طبعا جينات موضوع جدا مهم وطبعا إذا في عندك حدا من الوالدين مصاب أو في كتير مرضى الوالدين نيناتهم طبعا هذا بيجعل الخطر تبعك جدا عالي جدا خلال حياتك إلا فعليا ما أولي يصير سكري عندك عمر 20 ما أولي 40 ما أولي 60 هات قسم منه وراثي وقسم منه طريقة حياته فالمورثات جدا مهمة من ناحية استعدادك للسكري وكمان المورثات مهمة من ناحية استعدادك للمشاكل المرتبطة بالسكري يعني مثل ما كل إنسان مو كل إنسان يدخن لا سبح الله يصير معه سرطان مو كل إنسان مسكر مرتفع دائما يصير عنده اختلاطات ففي كمان استعداد يراثي الاختلاطات عن أشخاص أكثر من أشخاص طبعا هذا ما في طريقة تفحصها فأنت كل مرة تسكريك تحاول تضبطه بشكل جيد طبعا إذا عندك قصة بالعائلة إنه الوالدة مثلا كان عندها مشكلة بالكلية من السكري فطبعا في احتمال كتير لأولاد رقم واحد عندهم احتمال سكري أكتر ورقم اثنين عندهم احتمال اختلاطات أكتر طيب دكتور نتحدث شوية عن الفحوصات اللي انتوا سوونها نتركز أثناء اللقاء على موضوع الفحص والفحص والفحص على أساس أن هذه المسائل تعزز من الوقاية تعزز خاصة إذا كان الشخص في مرحلة ما قبل السكري طيب شو هي الفحوصات اللي يجب أن الواحد يسويها دايما؟ هلا بشكل طبيعي عادة بنعمل شغلة اسم الشوارد ووظائف الكلية ووظائف الكبد غدة درقية يجب فحصها كل سنة لين ثلاث إنه هبوط الغدة درقية غير إنه ما أولي يسر على الوزن ما أولي يرفع الكوليسترول طبعا بنفحص الكوليسترول اللي هي شحوم الدم لأنه فعليا مرضى السكري تمانين بالمئة من الوفيهات العلاقة بالأمراض القلب والجلطات وطبعا بنفحص سكر تراكمي والبول هلا هاي بشكل عام هذا طبعا إذا مريض ذكر مثلا إيجابي أعراض في مثلا نفحص هرمون الذكري مثلا معقولة نفحص نبعات المريض لا يفحص للسليب أبني اللي هي التوقف التنفس خلال النوم لأنه مرضى السكري طبعا بسبب السمنة معقولة يكون عندهم ففي أمور كثيرة معقولة إلى علاقة بمرض السكري مثلا مريض السكري معقولة يصير عنده أكثر كاربل طانل اللي هي بصير خدر ونمر بالأصابيع فحسب المريض وأعراضه عليهم القرر جميع جميع نحن تكلمنا وايد على ما قبل المرض دكتور ما بعد المرض شو الواحد ممكن يسويه هدول الفحوص أتلك يعني فعليا بعد المرض طبعا بدك ترجع تفحص التراكمي بدك تخلي المريض يفحص سكره بالجهاز فنحن كل المريض بيجي بنعطيه جهاز لحين إذا الشخص عنده مرض السكري دكتور أنا لا سمح الله يعني وبعيد عن المستمعين مريض بالسكري شو اللي لازم أسوي في حياتي طبعا رقم واحد طبعا هي من ناحية الأكل في تغيير نظام كامل بطريقة الأكل ومثل معتلك نحن أي مريض طبعا بيجي بيشوف تكتورية تغذية وأنا عادة بنصح إذا مثلا مريض يجاك مريض ذكر إنه إذا متجوز إنه إذا بتجي المرأة إنه هي فعليا اللي بتطبخ في طريقة تتعلم الطبخ صحيح حتى ركبنا عنا مطبخ لسه ما استعملنا بس فعليا عنا مطبخ للتعليم الطبخ جميل رقم اثنين طبعا حكيت موضوع الرياضة لأنه موضوع الرياضة جدا مهم رقم ثلاثة بالنسبة للمريض نفسه طبعا غير الحمية والرياضة المفروض يفحص سكره بالجهاز نحن بنعطيه جهاز خبره عادة كلمتا يفحصه وكل ما يجي زيارة بيجيب معه الجهاز طبعا العلاجات حسب العلاج ونعه فكله هذا مرتبط طيب دكتور شو بعض المعتقدات الخاطئة عن مرض السكري اللي نحن ممكن صححها عند الناس تقريبا يعني يعني مثلا في كتير ناس هذه كمرة مثلا اجتني مريضة كان سكرة مرتفعة ثلاثمية قلت لك مثلا قالت انه عم باخد شوغر فري جام فهي الشغلة حتى كانت استعمل بامريكا انه يسمو الشغلة شوغر فري شوغر فري آيس كريم انه والله بوزة ما فيها سكر خالية من السكر خالية سكر فالإنسان ده ينتبه المكونات لانه معقولة يكون فيها نشويات تانية فعليا هي تأدي لزيادة السكر فالمريض بيكون عم بياكل فيها بدون ما ينتبه صحيح صحيح طيب دكتور بشكل عام المركز عنده الكثير من الجهود اللي يقدمها في مجال السكري خلني خلني نتحدث عن بعض المواضيع اللي تهتمون فيها في مركز دبي للسكري وتتوجهون فيها إلى المجتمع يا ترى ما هي النشاطات التي يقدمها هذا المركز للمجتمع متل ما قلتاني في عندك الحملات التوعية حمنا من المحاضرات فالرقم واحد هي كلمة إلى عنوان شكل نعم في أوقات حملات التوعية اللي هي السكرينيني اللي بتفعص الناس لأنه المشكلة إنه حتى لو اليوم بعد الإزاعة مرضى سمعوا الكلمة ورحوا فحصوا سكرون تسعين بالمئة على أكثر ما حيفاص فإذا كان بالصدفة بوقت اللي نحن عاملين المعرض فيمكنك تشفيل والله نحن نتمنى الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله وشكري لك دكتور جلال على تواجدك معنا دكتور جلال نفاش السشاري أمراض السكري مركز دبي السكري فيهاية الصحة في دبي شكرا جزيلا شكرا متير إن شاء الله يعني ما نشوفه كله في لقاءات إذاعية أو هذا إن شاء الله لكن فحصوا ما نفحصوا ما نفاشوفك إن شاء الله نزل مسح معاك إن شاء الله نشوفك دائما دكتور صحة وسعادة عموما أنا أسمح لي عيسى بما أن الفلر موجود خلنا نأخذه وبعدها ما نختم شو رأيك نزيل توقع لر سلامة فحصي ولا بعدك؟ سلامة سرطان الثدي مو بمسحة والاستهتار والكسل يسببون اكتشاف المرض في مرحلة متقدمة لا سمح الله كل عام يتم تشخيص 1.2 مليون حالة لسرطان الثدي ويشكل 23% من مجموعة الأمراض الخبيثة والعامل الوراثي لا دور في حوالي 5 إلى 10% من الإصابات المشكلة إن عادة ما تظهر أي عرض للإصابة في المراحل المبكرة عشان شي ضروري المرأة سوي بروحة فحص دوري كل شهر لاكتشاف أي علامات غريبة والفحص بالأشعة مرة كل سنتين بين سنة الأربعين والخمسين وسنويا بعد عمر الخمسين لأن احتمال الإصابة يزيد بعد هالعمر حسب الأبحاث الأكل الصحي لا دور في الوقاية والنشاط الرياضي بعد مهم في دراسة أمريكية كشفت إن المشي السريع لمدة ساعة أو ساعتين أسبوعيا يقلل احتمال الإصابة بنسبة 20% وشو رايش يا سلامة لو نمشي يومياً؟ هي هي وأهم شي الفحص الدوري للكشف المبكر عن المرض ومراجعة الطبيب عند الإحساس بأي شي غريب وعساكم دون صحة وسعادة طيب كان في سؤال إن هل ممكن أن يتعالج السكري نهائي؟ حتى الدكتور لا ما فيه هذا جواب المخرج يقول ما فيه ما فيه أعرف الجواب عموماً نحن بتكون لنا وقفات إن شاء الله في القادم من الأيام للحديث أكثر عن مرض السكري وما نتكلم بعد بتفاصيل أكثر لكن بما أن المخرج يقول ما فيه فنحن نقول لكم يا جماعة الخير نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة على أمل أن نلقاكم يوم الأحد يوم الأحد عندنا موضوع شيق ما نتكلم عنه وفيه مفاجأة هاية الصحة ما تنتهي يعني بيتم الإعلان عن أحد الأحداث الكبرى يوم الأحد ترى يونا لين يوم الأحد ما أخبركم عن هذا الموضوع في الختام لا أملك إلا أننا نتقدم بالشكر جزيل لضيوفنا في هذه الحلقة ولكم مستمعين وكل الشكر لمخرجنا عيسى سبيل في التنسيق كانت معنا شواق مسعد وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي ونقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي